حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان يعني ابن حكيمين قال حدثني عمرو الانصاري عن ام سليمين بنت ملحان وهي ام انسي بن مالك انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة اولاد لم يبلغوا الحنثة الا ادخلهم الله الجنة بفضل الله ورحمته اياهم حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ام سليمين قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام سلمة فقالت يا رسول الله ارأيتك المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قالت ام سلمة فضحت النساء قالت ان الله عز وجل لا يستحيي من الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى ذلك من كنا فلتغتسل حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤسي قال حدثنا زهير عن عبد الكريم عن البراء ابن ابنتي انس وهو ابن زيد عن انس قال حدثتني امي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة قالت فشرب من القربة قائما قالت فعمدت الى فم القربة فقطعتها حدثنا حسن يعني ابن موسى قال حدثنا زهير عن سليمان اللتيمي عن انسي ابن مالك عن ام سليمين انها كانت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي امجشة رويدك صوقك بالقوارير حسنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلبة عن انسي ابن مالك عن ام سليمين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عندها وكان كثير العرق فتجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير قالت وكان يصلي على الخمرة حسنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة الانصاري عن جدته ام سليمين قالت كانت مجاورة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تدخل عليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ام سليمين يا رسول الله ارأيت اذا رأت المرأة ان زوجها يجمعها في المنام اتغتسل فقالت ام سلمة تتربت يداك يا ام سليمين فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ام سليمين ان الله لا يستحي من الحق وانا ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما اشكل علينا خير من ان نكون منه على عمياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة سلمة بل انت تربت يداك نعم يا ام سليمين عليها الغسل اذا وجدت الماء فقالت ام سلمة يا رسول الله وهل للمرأة ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان يشبهها ولدها هن شقائق الرجال حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلبة عن انسي بن مالك عن ام سليمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انسي بن مالك عن ام سليمين انها قالت يا رسول الله انس خادمك ادعو لها له قال فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته قال حجاج في حديثه قال فقال انس اخبرني بعض ولدي انه قد دفن من ولدي وولدي ولدي اكثر من مئة حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة انه كان بين ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم النحر مقاولة في ذلك فقال زيد لا تنفر حتى يكون اخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس اذا طافت يوم النحر وحلت لزوجها نفرت ان شاءت ولا تنتظر فقالت الانصار يا ابن عباس انك اذا خلفت زيدا لم نتابعك فقال ابن عباس سلو ام سليمين فسألوها عن ذلك فاخبرت ان سفية بن تحييبني اخطب اصابها ذلك فقالت عائشة الخيبة لاك حبستنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تنفر واخبرت ام سليمين انها لاقيت ذلك فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنفر حثنا حجاج عن ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج قال اخبراني عبد الكريم ان البراء ابن زيد ابن بنت انسي ابن مالك اخبره ان انس ابن مالك يحدث عن ام انسي ابن مالك قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وقربة معلقة فيها ماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من في القربة فقامت ام سليمين الى في القربة فقطعته حثنا يعلى ومحمد قال حدثنا عثمان بن حكيمين عن عمر الانصاري عن ام سليمين بنت ملحان وهي ام انسي ابن مالك قال محمد اخبرته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة اولاد لم يبلغوا الحنثة الا ادخلهما الله الجنة بفضل رحمته قالها ثلاثا قيلة يا رسول الله واثنان قال واثنان حدثنا ابو كامل حدثنا زهير حدثنا عبد الكريم الجزري عن البراء ابن بنت انسي عن انس عن امه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشربه منها قائما فقطعت فها وانه لا عندي حان روح حدثنا ابن جريج قال وقال عكريمة ابن خالد عن زيد وابن عباس قال ابن عباس لزيد فاسأل نساءك ام سليمين وصواحبها هل امرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهن زيد فقلنا نعم قد امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عكريمة قال ان زيد بن ثابت وابن عباس اختلف في المرأة تحيض بعد الزيارة في يوم النحر بعدما طافت بالبيت فقال زيد يكون اخر عهدها الطواف بالبيت وقال ابن عباس تنفر ان شاءت فقال الانصار لا نتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيدا وقال واسأل صاحبتكم ام سليمين فقالت حدث بعدما طفت بالبيت يوم النحر فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ان انفر وحاضت سفية فقالت لها عائشة الخيبة لكنك لحابستنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروها فلتنفر